والله 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 تشكيل لجنة من جهات أمنية ومن وزارة الدفاع والأمن الوطني وقيادة القوة البحرية المساحة العسكرية الداخلية جهاز المخابرات الكويت قد أغلقت مدخل ميناء الفاو الكبير وأودعت خارطة جديدة لدى الأمم المتحدة وفرضت سيطرتها الكاملة على المياه في خور عبدالله هذا الأمر خطير جدا وخصوصا أنه هذا الأمر يجب أن نراجعه قلت أنا مقدمت بالبرنامج قلت أنا لما أعود إلى ملفات قديمة بالفساد حتى نناقشها هي ليس لغرض التشيير لكن يجب أن لا ينفذ من أخل بالعراق أو بتعاقدات مشبوهة يجب أن نرجع إلى حقيقة التنازلات التي حدثت والتي قدمها العراق إلى الكويت عام 2009 بموجب ببروتوكول التعاون الأمني الذي أبرمه قائد القوة البحرية العراقي مع قائد القوة البحرية الكويتية زين وهذا يأتي والذي يجب أيضا أن نتحاسب عليه الآن أسحن قلبة الدنيا بصفقة القرن وهي صفقة قدرة باثنين مليار ونص الذي أشرف عليها الذي خطط لها الذي باقي اللي يشترى اللي كذا قدرة لكن هذه صفقات بمئات المليارات من الدولارات وضاع البلد إلى الآن هاي الاتفاقية غير معروفة ما حد مطلع عليها لحد يناقشها ونوقشت هذه بالبرلمان وصارت أكو اتفاقية سميت بالاتفاقية المذلة كثيرين من الخيرين نادوا واليوم بعد ما صار ميناء الفاو حقيقة وبدأ يدخل رجعت الكويت تأخذ ميناء خوار عبدالله بالسيطرة الكاملة وتغلق مدخل ميناء الفاو الكبير يعني سليش يعني شلكم على الشعب هذا فلوسكم ومحقين أخذتوها على دائر مليم تعويضات وخذتوا تعويضات إحنا نهجمة بيوتنا التعامل بهذه الطريقة يعني يخل بالخوة وأيضا هذا هنا لك تحرك بصراحة هذا الكتاب اللي راح أرضى عليكم هذا كتاب من مستشارية الأمن الوطني رقم خمس تالاث ومية واثنين وثمانين باثنين وعشرين تسعة الفين واثنين وعشرين هذا ينبه وزارة الخارجية إلى ضرورة التحرك الفوري حول هذا الموضوع تشوفون هذا الكتاب حديث هذا رقمه تاريخ الكتاب هذا التوجيه من مستشارية الأمن القومي إلى وزارة الخارجية الذي يدعو إلى تشكيل لجنة من جهات أمنية ومن وزارة الدفاع والأمن الوطني وقيادة القوى البحرية المساحة العسكرية الداخلية جهاز المخابرات لمناقشة هذا الموضوع في الداخل رجعني نقشت هذا الموضوع بالداخل ومناقشته مع الكويت ومناقشته مع الحكومة هذا الملف وملفات التعامل مع الكويت بيها فساد إذا ما تم فتح مثل هذه الملفات والله العظيم السجون ما تكفي ويجب أيضا مراجعة الاتفاقية بعام 2012 وبروتوكول اللي يوقع بالألفين أو تسعة وكيف صادق عليه البرلمان ومنهم الذين تواطوا بهذا الشكل احنا عدنا علاقة خوة وطيبة مع الكويت لكن التجاوز على أراضينا بهذه الطريقة ما نقبلها احنا على سنين طويلة اطلنا مئات وملايين وعشرات الآلاف من الجرحة حتى لا تدن ناسي العراق ولا يدلنا عدنا منفذ واحد اطلالة واحدة على أخوتنا بالخليج العربي هو شط العرب والله قد حبى هذه الأرض بأن يكون لها موقع استراتيجي تنفتح بها العالم حسنا سوانا ميناء الفاو خببت لينا وبعدين أنتم ملا غيركم من يحاول أن يتراقص على جراحات العراقيين في مراحل الضعف والله العراق باتر وإن شاء الله يوقف على نجلية لكل واحد منكم يتبع الثمن عشرة هنتعامل أخوة ونتعامل بطريقة ليس بالفساد وبالمال تتمكنون أن تشترون ذمام لشكم سالوك وتتمكنون من شراء كم نذل وجبان وعميل يعمل لهذه الدولة أو يعمل لتلك أو يعمل لحساب فلوسة أو جيبة لكن لا يستطيع أن تجبروا شعب على أن يتلازل عن مياه أو عن ميناء أو عن أرضه تسمعون كلكم ما وقاه الخونة والجبناء والفاسدين والمرتشين عن كل قطرة مياه بالعراق أو كل ذرة تراب بالعراق لا نعترف بها كشعب ومن يحاول أن يتجاوز والله 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 إبضمنا هذا ووجعنا هذا وباختلافات نهاية واحدنا يصير بمية هذه ليست لغة تهديد لكن أنا أريد أن أوصل هذه الرسالة لمن يعتقد أن العراق جريح ويعبر عليه لا والله لا أنتم ولا غيركم ولا غيركم العراق مني يقوم أسد وخلي كل واحد يعرف نفسه مني سوالي بباشر